ميزة سياحية توازي الميزات الاقتصادية التي تتمتع بها ولاية الدقم أجواء معتدلة طوال العام وموقع جغرافي متميز بين مسقطة وصلالة ووجود مطار الدقم إضافة إلى الأنشطة البحرية مثل الصيد والغوص والاستمتاع بالشواطئ الخلابة والطبيعة البكر على طول السواحل والحدائق والمتنزهات والمخيمات المتنوعة مع وجود المحميات الطبيعية والمعالم السياحية التي تحظى بها محافظة الوسطى بشكل عام الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ممثلة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أولت اهتمام كبير للمشاريع السياحية بالمنطقة وذلك من خلال تخصيص مخطط خاص بالاستقطاب المشاريع السياحية بمختلف أنواعها حيث يوجد مخطط بمساحة تتجاوز 20 كم مربع وبواجهة بحرية تتجاوز 16 كم مربع وهذا المخطط مجهز لاستقطاب مختلف أنواع المشاريع المتعلقة بالجانب السياحي بالنسبة للحوافز والإعفاءات التي تقدمها المنطقة في الجانب المشاريع الذات العلاقة بالقطاع السياحي وهي توجد رسوم مخفضة لهذا المشاريع بالإضافة إلى فترات الإعفاء والتسهيلات الأخرى التي تعلق بهذا المشاريع القطاع السياحي بالمنطقة الدقم هو قطاع متنامي والحمد لله أكيد للتسويق للسياحة بالمنطقة نستخدم كل المفردات والإلمنت الموجودة بالمنطقة إن كان من الشواطئ الموجودة إن كان من المنشآت السياحية التي توفر بالمنطقة وأكيد لازم نحكي هنا أن الدقم تعتبر منطقة جذب سياحي جيدة جدا وتتوفر بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم العديد من خيارات الإقامة الفندقية من فئات الثلاث والأربع نجوم والشقق الفندقية بإجمالي نحو 2250 غرفة فندقية مع مرافق وخدمات متنوعة تلبي تطلعات السياح ورجال الأعمال خلال السنوات الأخيرة شهد القطاع السياحي الموجيد في عدد المنشآت السياحية بالمنطقة حيث ارتفع عدد المشاريع السياحية إلى أكثر من 20 منشآت سياحية وهذه المنشآت السياحية توفر مجموعة من القرف الفندقية تتجاوز في حدود الألفين القرفة بمختلف الفئات تناسب مع مختلف الشرائح المهتمين بالمنطقة الجميل في الدقم أثناء الاستثمار في الدقم تحصل جميع التسهيلات وقزاها الله بخير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم قايمة بدور قبار لقلب المستثمرين وفي نفس الوقت اللي بنا البنية التحتية اللي هي البنية الأساسية اللي يبحث عنها كل المستثمرين وخلال الفترة الماضية شهدت المواقع السياحية بالدقم حركة نشطة من السياح والزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها من أبرز تلك المواقع شاطئ الشويعر ورأس مدركة ورأس مركز وشاطئ نفون بالإضافة إلى حديقة الصخور التي تعد أحد أبرز المقاومات السياحية بالولاية وتعمل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على المحافظة على هذه المواقع وتطويرها وتوظيفها سياحيا ترجمة نانسي قنقر